السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اخ ديكم علي بايش غنوريكم والاخوت واحد مجموعة دي للحقائق واحد مجموعة دي المعلومات اللي كيظهر لكم امامكم في البداية هذا واحد الاقتحام دي الجالي القابوني والطلب القابونيين في المغرب لسفارة القابون بالرباط قبل ايام قليلة وكان هذا الاحتجاج بمناسبة الانتخابات اللي عرفتها القابون وقالوا له انها انتخابات مزورة لعلمكم الاخوان هذا الفيديو لدي الاقتحام المقر الصفارة القابوني بالرباط كان اكتر ما تم تدوله هي المنابر الصحفية التابعة للجزائر وبوليزاريو وهذه الفيديوهات اللي تصورت من مدينة الرباط الاقتحام الجالي والطلب القابونيين صارت بلدهم تم تداول هذا الفيديوهات بشكل كبير وكبير جدا من طرف عناصر البوليزاريو وكذلك الجزاريين القضية الاخوان موقفات عنده هذ الحد بل حتى انه كانت مسيرات احتجاجية اوروبا بفرنسا بالضبط الجالية القابونية والجالية القابونية فرنسا ماشي كل الجالية يكون بعض منهم رفعوا يعني لافتات مصورة فيها صور الملك محمد السادس نصر الله مرفوقة بصور الرئيس القابوني علي بونجو وردوا هذا الجالية او فئة من الجالية شعارات ضد المغريب وشعارات فيها يعني شعارات البوليزاريو كانت وصلت من المعلومات قبل لان الجالية القابونية في اوروبا وبالضبط فرنسا كانوا كيعدوا هذا الوقافات وهذا المظاهرات مرفوقين بعناصر البوليزاريو معروفين مما يسمى اصدقاء الشعب الصحراوي بين قوسين وكذلك مما يسمى الجمعيات الصحراوية بفرنسا بالضبط كانوا معهم هم اللي كيدعموهم هم اللي كيمولوهم هذا فراكم عارفينه زيادة على هذك شكله تحالف بين ما يسمى الجالية القابونية في فرنسا مع ما يسمى الجالية الصحراوية باوروبا معلوم على انه هذو الاشخاص اللي في فرنسا بالضبط في باريز واللي الدعوة لانهم كيمولو الجالية القابونية بفرنسا هم كله قليلة كيتعدوا على رؤوس الاصابع وهذا الرؤوس الاصابع اللي ينتحلون بطبع الحال سيفات القابونين ومنهم افارق اخرين من دول اخرى فراه كلهم عندهم علاقة بالبوليزاريو وكلهم عندهم صداقة مما يسمى اصدقاء الشعب الصحراوي اللي كيتخلصوا بطبع الحال وكيتوصلهم وجور شهرية من طرف المخابرات الجزائية وبوليزاريو وعندهم معالقة كذلك مما يسمى الجمعيات الصحراوية بفرنسا الموالية للبوليزاريو امور موقفاتش عند هذا الحد فافريقيا فعلا انك تعرف انقلابات اليوم انقلاف القابون انقلاف بورك نفاسو النيجر ما لعدة انقلابات اكثر من سبع انقلابات فقط في العامين الاخيرة وهذا الانقلابات كاملة كيقوم بافراد من الجيوش تلك الدول وكل الانقلابات اللي كيقودها الجيوش هي موالي الروسيا منتقة الروس الروس عندهم علاقة بالجزائر ضد فرنسا وما اخرى وحسب مشاهد والمحت من تحركات مشبوه هذه العناصر بوليزاريو في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العناصر بوليزاريو المعروف على انها كتحركة المخابرة الجزائرية اقزوا هذه الايام بضرجة كبيرة على الفيديوهات اللي كانت انتشرت بكثرة على الاحداث اللي كانت عرفتها سبتة اذا رجعتوا شوية قبل سنوات قليلة سنة او سنتين الان كان عرف باب سبتة احداث دامية نتيجة هجوم جاليات افريقية على حراس باب سبتة كان منهم شرطة مغربية وشرطة اسبانية الجاليات الافريقية لاغلبيتهم مهاجرين سريين كانوا يحاولوا اقتحام سبتة وانصدموا مع الشرطة الاسبانية والشرطة المغربية وحتت للأسف ضحايا ترتقت فيديوهات وتم انتشارها ونشارها في ذلك الوقت ومتعمد للإساءة للمغرب وتم كذلك فبركة الواقع الحقيقي للأحداث اللي كانت نتيجة على هجوم بعض المهاجرين السريين على شرطة مغربية وشرطة اسبانية وخلفت تلك الأحداث فاليوم هذا الدباب الإلكتروني وهذا ابو اقل بولوزاري ومخابراتهم يتم استغلال هذه الفيديوهات كيف سنسمعوه في تسليب صوتي ولكن بطريقة دكية فنية ربما احنا كنشوفوها غبية انسان اللي مولف يتحك مع عناصر بولوزاري كي قبضوا ذلك الفيديوهات اللي متقى فعلا كانوا حاضرين فيها شرطة مغربية وشرطة اسبانية وكي كتبوا فيها هذه الشرطة تونسية ولكن كتبوا فيها هذه الشرطة جزائرية وكي نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي بالأخص المجموعات الواتسابية في هذه الفيديوهات اللي مكتوبة مثلا شرطة تونسية تتير غضب التونسيين وتتير غضب الجزائريين رجعوا يدافعوا الى وطنهم وبلادهم تقول لك لا هذا هو مشي تونسة هذه مشي بلادنا هذه مش شرطة تعنا هذا هو المغاربة وكي رجع ينشر الفيديو كذلك الجزائريين تقول لك هذا هو مشي جزائريين احنا ما نديروش بحلقة هذا المنروك هذه الشرطة دي الاحتلال المنروكي كده 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 ركعرف الأسطورة دياله وكي رجعوا يبارتاجيوا الفيديو فهذه خطة داكية من هذا المخابرات هذه الفيديوهات دي الأحداث دامية اللي عرفتها سبتا اللي حاولوا المهاجرين السريين الأفريقية يقتحموا سبتا أو مليليا وصدموا مع شرطة إسبانية ومغربية ووقعت أحداث فعلا دامية فهذه الفيديوهات يعادوا تكرارها من جديد ويعادوا تداولها من جديد بطرق ما بطرق خبيثة وبالتالي يحاولوا باش يحشدوا الشعوب الأفريقية ويزرعوا فيها حقد وكارهية ضد المغرب والمغاربة معموما ما وقع عليهم في القابون أكيده مؤكد أن له دور كبير للجزائر والبوليزاريو فعلا القابون دولة الشقيقة المغرب فعلا علي بونغوبو الرئيس القابوني صديق المغرب فعلا المغرب عنده استثمارات كبيرة وقوية في القابون فعلا هذا الانقلاف القابون ضربة لنحن مغاربة فأكيده مؤكد على أنه الجزائر والبوليزاريو والروس وكل دولة عدو المغرب لها يد ورجل وراس في هذا الانقلاف هذا وجهة نظاري الخاصة حياكم والله ويحي الشعب المغرب العظيم يعطيهم رزاة طيح ويحي الشعب فريقيا ذيكي يمنين خلق المشاكل في نيجيريا ذيكي البعض اللي كشحان عضلوا اللي هدافع عنه وذاك هو البعض اللي كشحان عضلوا اللي هدافع عنه عنه الرئيس محمد بازا إذن شقاطة كشحة فريقيا عضلتها من قد البوليزاريو ذي اللي دولة اللي هيتشارك في مجموعة البريكس قولوا انه شقاطة جبرت